اشتركوا في القناة لي عنده خبرة كبيرة في التدريب هو يوسف الزواوي josef الزواوي إلى ما خدتنيش الذاكير يفوق سبعين سانة هذو المدرب عنده خبرة كبيرة في الميدين خاصة لدرب المنتخب التونسي الأول يدرب المنتخب الإمارات الأول يدرب أندية سعودية أندية تارا الجيل النجم الساحلي عنده مسيرة حافلة مع الأندية والمنتخبات هو هذا المدرب يوسف الزواوي مع المنتخب اقل من 20 سنة يتميز بحاجة انه في كل مرة يلعب ضد خصم معين راح يبدل الخطة العرب ضد المنتخب الاول مقابلة ضد المنتخب اليمن وفاز بهدفين لسفر كانت الخطة عبارة عن ماذا 4 1 2 3 يوسف سنانا كارأس حرب هذا رقم 9 من بعدها العرب ضده اذا العرب ضده اوزبا كيستان وايضا غير الطريقة الاربعة اثنين واحد ثلاثة صالح برهومي كصانع العرب من بعدها العرب ضد السعودية وغير ايضا الطريقة الخطة ايضا العرب بثلاثة كلاعبين يعني في الدفاع ثلاثة اثنين اربعة واحد فرج بن جيماء وضياء الدين الشيحية كاجنحة لاعبي جناح يمين وليسار من بعدها العرب ضده جزر القامر المقابلة الربع نهائي اللي يتأهل بها النصف النهائي العرب بطريقة ثلاثة اربعة ثلاثة هاني جرتيلة هاني جرتيلة هذا كلاعب رأس حربة هاني جرتيلة كراعب رأس حربة وبالتالي سنانا رخليها اللور يعني كتسعة ونص يوسف سنانا لعب رقم 9 الشيء الاخر لما نشوفوا اهداف المنتخب التونسي اول شي قبل ما نشوفوا اهداف المنتخب التونسي كان حاجة يتميز بها المنتخب التونسي واي منتخب عنده نقاط قوة وعنده نقاط ضغط نقاط قوة المنتخب التونسي انه دفاعيا قوي عنده لاعبين يلعب في الدورين الماني درجة ثانية ديسبورغ اللاعب هاني بن صالح هاني بن صالح لعب ديسبورغ عنده ايضا لاعب اخر في الدفاع كريم العبد كريم العبد يعني محترف في الدوري التركي لكن كي اللاعبين اخرين يلعبون يعني يلعبون في الاقسم السفلة في بطولة فرنسية عنده اربع محترفين ما عندوش محترفين بزاف هاني بن صالح يلعب في دوري تركي واللاعب هاني بن صالح يلعب في ديسبورغ دوري الالماني هذن الزوج لعبين يعني يبينين دائما في الدفاع ايضا الدفاعين اقوياء هما صراحة يتميزوا بالطول القامة طول القامة خاصة الكرات العالية وكرات التربيتات القامة محاضرين سواءالهاني بن صالح ولا كريم العبد دايما تلقاهم في الركنيات في المخالفات وايضا اللاعب رقم تسع ايضا اللي عنده بنية جسمانية قوية وطول فارع. اذا عندهم اللاعبين يمتازون يعني بالطول. يعني هذا اه مميزات المنتخب التونس عنده لاعبين طواف القامة. الشي الاخر لما نحلو الهدف تونس ضد اليمن. هدف الاول ان انطلاقة من لاعب رقم سبعة. هذا اللاعب رقم سبعة يعني اه نقدر نقوله المعلم انتاع وسط الميدان تحت تونس والله صانع الالعاب اللاعب اللي خفيف اللاعب عنده فنيات عنده مراوغات. هذا اللاعب اسمه عبيد عزيز هو اللي قدم اسيس اللاعب رقم سنانة رقم تسعة وجد هدف الاول. ايضا اه بعد سلسلة من المراوغات بعد سلسلة من المراوغات وعطاها الكرة لسنانة اه اه رقم تسعة ليسجد الهدف. ممن بعدها اه ايضا تمريرها اه هدف الثاني جاء عن طريق تمريرها من اللاعب محمد الضاوي الى عبيد عزيز ورأسية بالهدف يعني قلت لكم عندهم يعني كرات رأسية يضربوها مليغ يعني بحكم القامة تاح الهدف تونس ضد اوزباكي السنج جاء بعد خطأ من المدفع الاوزباكي اللي جاء باش يعطي الكرة للحارس اقطعها اللاعب سغلها واقطعها اللاعب عبيد واسجل الهدف اللاعب دايما رقم سبعة هذا الذكره رقم سبعة ورقم تسعة لاعبين خطيرين خاصة اللاعب رقم سبعة هدف تونس الاول ضد السعودية هدف تونس الاول ضد السعودية جاء عن طريق خطأ من المدفع السعودي لجاء باش يخرج الكرة لللاعب الخطير رقم سبعة عبيد عزيز اللي اعطاه قبل ما يعطي الكرة شاف اللاعب دار لعب رقم لعب رقم عشرين دار لابين يعني اطلب الكرة في داخل منطقات العمليات وعطاها كرة ولا اروع من بعد اللاعب رقم عشرين اطاء اللاعب رقم اثنين تمريرها وسجل منها هدف هنا وش حاب يقول اللاقطة تاعة الهدف تاعة السعودية تبين انه المتخب التونسي منتخب منظم ويخدم يخدم اللاعب على اللاقات هذه تتعاود يعني يخدموها في الحصص الدريبية وعندهم مدة ويلابوا مع بعضهم وهذه العمل تاعة المدرب بطبيعة الهات انه اللاعب رقم سبعة لما شاف لابين اعطاه للميرو فان شاف لابين ودير الطالب بالكرة اعطاه لكرة ما افكرش اعطاه لكرة وبنت لصاحب ومركب وبيت هذه تبين لي خدمة خدمة كبيرة يخدمو فيها جاء هدف الثاني جاء بعد الكرة من يوسف سنانة الهادي جرتيلة اه وليسجل الهدف الهدف ايضا ضد جوزر القمر جاء من تمريرها مالك مهري مالك مهري هذا للا يوسف سنانة رقم تسعة وسجل ايضا هدف يعني بعد بصح بصح الهدف جاء بعد لعبة جماعية الناف يعطيها الساد سنانة يعطيها العزيز العزيز يعطيها المهري ومهري يعطيها يعني لعبة جماعية يعني حبي يقول باللي هنا المنتخب التونسي منتخب ونظر منتخب يعني اللي يعرف كيفاش يعرف وقتاش يكسر اللعب يعرف وقتاش يدير ويعرف المخالفات والركنيات هذوم الكورات الثابتة يعرف يخدمها يخدمها يخدموها في التدريبات وعندهم مدهم يدربوا عليها طبيعي الحال الطول التاحم والقاعمة التاحم متعاونها في الكورات الثابتة الشيء الاخر انه فيه نقاط ضعف لمنتخب التونسي النقاط الضعف لمنتخب التونسي الخلف الايمن والخلف الايصر عنده اللي هو ظاهر الايمن فرج بن نجيما وضياء الدين وضياء الدين الشيحي هذوم قادر يعني لو يتوغل مثلا اي تعامر يقدر يدير حاجة لو يتوغل ادم دوغي على الجناح العيسر يقدر يدير حاجة لانه مضعاف نوعا ما ويطلعوا بزاف ويخليوا ليس باس يطلعوا بزاف وخليوا ليس باس اذن لو نلعبوا على الاجنحة قادرين نشكلوا خطورة نلعبوا على الاجنحة ونعطيوا كورات سواء لي بوعون ولا بالمختار ولا ماهور سامي ماهور قادرين نديروا خطورة المنتخب التونسي وقادرين نحرجوه ونفوزوا عليه اذن وش حاب نقول انا اليوم حابيت نقول باللي مكانش حاجة اسمها منتخب صح منظم وعنده مدة وعنده ملعب منسجم وعنده مدرب كبير لكن اذا ما يمنعش لنقدرش نفوز عليه نقدر نفوز عليه نقدر نفوز عليه بالنتيجة وبالادة صح انه عندهم مقومات انت منتخب محترب منتخب منظم منتخب قوي لكن نقدر نفوز عليه ليش نفوز عليه لاني قلتها منهار اول مقابلة ضد موريطانيا باللي منتخب الجزائري يمتلك فرضيات ولا اروع عندي فرضيات نقدر نتغلب على اللعب الجماعي صحيح انه اللعب تونسي لعب جماعي ومنتخبات الاخرى عندها لعب جماعي وعندها قاعدة لعب وعندها تنظيم وعندها قطة وعندها بلوندج صح نقدر نتغلب عليها بنتغلب عليها باش نتغلب عليها بالفرضيات اللي عندي اذا تونس تبقى مقابلة ديربي كل شي فيها قادر من مخالفة نسجل هدف نغلق اللعب صحيح وقادر يكونوا تونس خارج لنطاق الخدمة ونفوز عليه بنتيجة عارضة وادا يعني وش حبيت نقول مقابلة الديربي ما تقدرش تتكهن تقول بلي تونس اعفوا رعلينا ولا تونس صحيح عندها منتغبونا الضبط صح قادر نفوز عليها بنتيجة وبالأداء اذا يبقى ديربي مغاربي ديربي بين الأشقاء تونس ان شاء الله منتغب الوطني يكون في يومه وان شاء الله اللاعبين اللي عندي ثقة كبيرة فيهم خاصة الفرضيات يكونوا في يومهم ويقدوا مقابلة كبيرة مقابلة للوصول النهائي ولما لا الحصول على الكأس ان شاء الله اذا بالتوفيق لمنتغب الوطني في مقابلته ضد تونس غدا على الساعة السابعة دايما في القناوات المصرية معروفة خاصة اوان تايم سبور او قناة النيل الرياضية لكن المالك لدايما الحصري لبطولة هذه هو اوان تايم سبور اذا بالتوفيق لمنتغب الوطني في الاخير متقناع مع ميزم الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته